بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان احد الاخوة سألني عن اختبار السناصر وطلب مني ان انا اعمل فيديو فحبيت ان انا اشاركم الفيديو ونتكلم عن السناصر من ايه تو زد من البداية للنهاية اول حاجة لازم نعرف وايه هو السنسور السنسور او حساس الاسم العربي حساس بالانجليزي سنسور وكلمة سنسور جاية من سنس يعني يحس بذلك ممكن تلاقي شخص يقول لك على فكرة الشخص ده عنده سنس يعني عنده احساس ده الاسم طيب اه هو عبارة عن ايه وظيفته وظيفته نواة بيقيس درجة الحرارة طيب هو عبارة عن ايه هو عبارة عن مقاومة متغيرة تتغير تتغير بتغير درجة الحرارة لان انت عندك مقاومة سابتة اللي بتتحط في الكرتات او البورد او بعض الاخوة العرب بقولوا عليها خريطة طيب السنسور فيه منه انواع ايوه فيه منه انواع فيه نوع اسمه بي تي سي ونوع اسمه ان تي سي طب ايه هو البي تي سي او ايه التلات حروف ظلم البي تي سي اختصار لتلات كلمات اللي هم بوزيتيف يعني معامل درجة الحرارة الايجابي والان تي سي اختصار لتلات كلمات يعني معامل درجة الحرارة السلبي او السالب طب هل مطلوب منك ان انت تعرف اسمقهم بالانجليزي لأ كل المطلوب منك ان انت تعرف بي تي سي وان تي سي طيب الفرق ايه هو الفرق بين البي تي سي والان تي سي انت قلت لنا ان هم نوعين البي تي سي اللي هو زي ما قلت يعني معامل درجة الحرارة الايجابي يعني كلما ارتفعت درجة الحرارة ارتفعت المقاومة كلما انخفضت درجة الحرارة انخفضت المقاومة طيب الان تي سي اللي هو كلما ارتفعت درجة الحرارة انخفضت المقاومة وكلما انخفضت درجة الحرارة ارتفعت المقاومة. هتيجي تقول لي لا انا كده اتلغبط وهتوه ما بين الاتنين. هقول لك ما فيش مشكلة. انا كنت زائق بالزبط. فكت لازم اشوف حل ان انا افرق ما بينهم. ممكن اه نقول ايه? اه هنسبت ان في الحالتين درجة الحرارة هتعلى. يعني هنفترض ان درجة الحرارة هتعلى. وهنشوف المقاومة هتختلف اه فيهم ازاي? طيب افترضنا ان درجة الحرارة ارتفعت. المقاومة هتزيد فين? وتقل فين? هقول لك انا. ممكن انت مسلا هنقول البي تي سي. البي تي سي اول كلمة او اول حرف من البي كلمة بي او حرف البي. فانت ممكن تقول باللغة المصرية برضو. برضو يعني اللي هو ايه? انا معاك برضو في اي مكان. واخد بالك في احنا كمصريين بنقول ايه? انا معاك برضو في اي مكان. يعني اه هتطلع هطلع هتنزل هنزل. طب حاجة تانية. اه ممكن نقول اللي هو الان تي سي اول حرف او اول حرف انه ناقص. ناقص يعني المقاومة بتقلم. دي طريقتين ممكن انت تعرف بيهم. اللي هو البي تي سي تقوله اه برضو معاك تطلع معاك هنزل معاك. وممكن في الان تي سي لو انت مسلا مش مصري من الاخوة العرب اللي بيتابعونا. لا انت ممكن تحدده بالان تي سي ان اختصار ممكن تقول حرف الان يعني نون ناقص يبقى ازا المقاومة بتنقص لما درجة حراب تزيد. بالنسبة للسنسور اللي هو الان تي سي او البي تي سي. هل ينفع مسلا يبقى عندك سنسور بي تي سي وليكن عشرة كيلو اوم وتركب مكانه ان تي سي. هقول لك لا ما ينفعش. ليه? نزا ما اتفقنا ان البي تي سي لما درجة الحرارة بتزيد المقاومة بتزيد ولما الحرارة تقل المقاومة بتقل. فانت لما تيجي تركب مكانه سنسور. الحرارة لما تقل مقاومته تزيد الكارتة هتفهم ان في اه مشكلة. فبالتالي مش اه مش هتدي مؤشر ان الجهاز شغال بكفاءة ويفصل. لذلك ما ينفعش ان انت تركب البي تي سي مكان الان تي سي. طيب ايه هي قيم السنسور. قيم السنسور في عنده خمسة كيلو اوم عشرة كيلو اوم خمساشر كيلو اوم وممكن تلاقي قيم تانية. لكن الشائع استخدامه في المكيفات او المركزي الشائع استخدامه خمسة وعشرة وخمستاشر. ممكن انت تيجي تقول لي طب هل انا لازم اعرف قيمة السنسور? هقول لك صعب انك انت تعرف قيمة كل سنسور في كل جهاز. لان الجهاز اللي تحط فيه سنسور خمسة كيلو اوم. ممكن جهاز اخر تحط فيه سنسور عشرة كيلو اوم. لكن انت لازم تبقى عارف ان السنسور ده آآ قيمته آآ سواء خمسة او عشرة او خمستاشر كيلو اوم آآ بتترك في الاجهزة لسبليت. طب انت لسه قيل حالا انه هو مقاومة متغيرة. يبقى ازاي انت حددت انه هو عشرة او خمسة او خمستاشر على اي اساس. سقولك انه المصنع حدد قيمة السنسور عند درجة حرارة خمسة وعشرين. درجة حرارة خمسة وعشرين. يعني لما يكون عندك سنسور وعايز تعرف هو كام كيلو اوم. آآ تسبب درجة حرارة عند خمسة وعشرين كيلو اوم. آآ سوري خمسة وعشرين درجة مقوية. وبالتالي هتحصل على آآ المقاومة. طيب. هل لما انا اجي اساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس عالية. فجاء السنسور لقاها خمس تلاف اوم. لقاها خمس تلاف اوم. معنى كده ان هي بتقيس بالاوم وبالكيلو اوم. لكن في بعض الكلام بميتر هو ليه رنج معين في 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 الاوم. فما بيقس مسلا فوق الالف اوم يعني ما بيقس فوق الكيلو اوم فبالتالي انت هنا ما تقدرش حدد قيمة السنسور. طيب احنا اتفقنا ان السنسور في منه والان تي سي. طب اللي بيستخدم في اجازة التكييف بيستخدم في اجازة التكييف ان تي سي اللي هو الدرجة زادت المقاومة تقل. طب هل لازم يستخدم هرجع اقول لك مش يعني مش قصتك ولا قصتي. انت قصتك انك تفهم انواع السناسر وازاي بتختبرها وازاي تقدر تحكم عليها ازا كانت سليمة ولا 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 تالفة. طيب لما بتيجي تشتري سنسور بتروح للمحل او البايع بتقول له انا عايز سنسور خمسة كيلو اوم وعشرة كيلو اوم. طيب ما انت هتقول لي انا مش عارف كمية السنسور في جهاز اللي سبليت قد ايه. هقول لك مفيش مشكلة. انت دايما تخلي معاك خمسة كيلو اوم سواء السنسور نحاسي او البلاستيك بتاع راجع الهواء. خلي معاك اطلب منه خمسة كيلو اوم وعشرة كيلو اوم. يبقى معاك دايما في شنطة العدة بتاعتك. احيانا البايع بيبقى عارف. تقول له انا عايز سنسور لجهاز كارير جهاز شرب جهاز ترين جهاز يونيون اير فهو بيبقى عارف. طيب. فلو البايع مش عارف وانت مش عارف ما فيش مشكلة ان انت تجيب الخمسة والعشرة اه يبقى معاك. طيب. اه طريقة التركيب لما بتجي تركب السنسور تالف وعايز تغيره. وتيجي تركيب واحد جديد. لو افترضنا ان الكارتة متعرفة على سنسور وليكن خمسة كيلو اوم. وانت ركبت لها عشرة كيلو اوم. والكارتة مش متعرفة عليه. هتدي اغطل او الارم ان السنسور فيه مشكلة. فبالتالي انت تفهم ان العشرة مرفوض وتجيب الخمسة. طيب ده بالنسبة للسنسور وانواعه. طيب زي ما اتفقنا للسنسل المستخدمة في جهاز التكييف هو ليه نوعين. فيه سنسور بقيس درجة الحرارة بتاعة الهواء الراجعة اللي هو بقيس درجة حرارة الغرفة. وده فيه ناس بتقول عليه السنسور الاسود او هو بالانجليز اسمه بلاستيك سنسور بلاستيك سنسور. وفيه السنسور اللي هو انه حاس اللي بتحط عكويل اللي بيبقى مسؤول عن اه معارف ازا كان الشحنة ناقصة او زي ده وده موضوع نتكلم فيه بعدين. ده اسمه كوبر سنسور. كوبر يعني الحاس وسنسور. كوبر سنسور. طيب. لما تيجي مسلا تغير السنسور. افترضنا ان انت رحت جبت سنسور افترضنا ان ده السنسور البيز تمام? والسوكت بتاعه صغير زي ما احنا شايفين. وجيت رحت للباقى وقال لك انا اه قال لك انت عايز سنسور وليكن خمسة كيلو ام او عشرة كيلو ام وده لك. بس قال لك المتاح السوكت غير اللي معاك. في اللحظة دي انت تعمل ايه? مفيش مشكلة. هتقطع السوكت دوت القديم. تقطع مسلا من هنا تدي نفسك مساحة. تقطع من هنا. وتقطع برضو السوكت الجديد. وتلحم السنسور الجديد في السوكت القديم. بس يفضل وانت بتقطع ما تقطعش من عند آآ راس السوكت لسبب بسيط. ان انت ممكن مستقبلا تستخدمه. فدائما نخلي معاك مساحة. طيب. نيجي بقى لطريقة قياس السنسور. النهاردة انت ما بتيجي تقيس السنسور ولقيت مسلا السنسور انا قصته وليكن لقيته عشرة كيلو ام. هل معنى كده ان السنسور سليم? لا. ليه? هقولك السنسور كمقاومة تمام. لكن هل بيستجيب للتغير في درجة الحرارة ولا لا? ده اللي هنشوفه دلوقتي. انا هحاول اثبت الموبايل واشرح الجزئية بتاعة اختبار السنسور. بس في حاجة انا عايز اقول لك عليها اللي هو لما تيجي تقيس السنسور ساعة الجاك بتاع الكلام امبير بتاعك او الكلام ميتر صعب يخش. يعني لذلك انت تقدر تستعود عنه بحاجة تانية. انت تجيب ابريتين خياطة. ابريتين خياطة عاديين وتدخلهم هنا وتقيس او اتنين سلك مسمط. طيب الاول هنقيس السنسور طبعا انا جايب تلت كبايات مية كباية مية عادية ودرجة حرارتها اربعة وعشرين وستة من عشر حاولت ان انا هزبط درجتها تبقى قريبة للخمسة وعشرين وكباية مية سخنة تمام وكباية مية ساعة. طيب الاول هجاء ايس السنسور ادي الكلام بامبيرا هوت. هنعمله على المقاومة زي ما احنا شايفين اهو المقاومة ايه? وهحاول ان انا اقرب لكم صورة الكلام بامبير وانا بقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كلا ان انا بصور لوحدي ما فيش حد يسند معايا فالموضوع لحد ما اه صعب شوي. طيب ادي السنسور اهو. وزي ما قلت انا عملت الابريتين عشان تتلاشى انك انت اه تدخل في السوكت دوت. وممكن يكون بتاعك كبير. طيب هتيجي هنا هتمسك طرف اهو. طرف كده اهو. تحاول طبعا الطرفين ما نمسوش بعض. واضي الطرف تاني اهو. زي ما احنا شايفين هي اريا تسعة وستة امان عشرة. تسعة وستة امان عشرة. اه طيب اه انا عايز اعرف بالزبط درجة الحرارة بتاعت السنسور او انا عايز اعرف مقاومته بالزبط. انا اتفقت عندكم. اتفقتي معكم ان المية درجتها كام? اربعة عشرين وستة امان عشر. يعني خمسة وعشرين. طيب خمسة وعشرين يبقى ازا انا كأن الوقتي بقيز مقاومة السنسور عن درجة حرارة خمسة وعشرين. هقيسة اهوت. تمام? ادي السنسور اهو. ارى معي عشرة كيلو اوم. ازا السنسور ده عشرة كيلو اوم عن درجة حرارة خمسة وعشرين. طيب. نيجي للسنسور التاني. ده السنسور المحاسي. هنيجي للسنسور التاني اللي هو السنسور البلاستيك او سنسور الراجع. ونجيب الابريتين. تمام? يبقوا سهلين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. تمام? ويه برضو? هحطه في كوباية المية. هحطه في كوباية المية. اهو. طبعا تصبر شوية عشان يحس بدرجة حرارة المية. لان هو بياخد وقت. زي ما اتفهم ان هو مقاومة متغيرة. وهبدأ قئيس. كده احنا عارفنا ان حاسي كام? اه عشرة كيلو اوم. طب. هل ممكن نلاقي ان حاسي خمسة كيلو اوم? ممكن. ما فيش مشكلة. طيب ادي ايه? اسنا السنسور او? برضو. فضل الله طلع عشرة كيلو اوم. طب. هل معنى كده السنسور سليم? اقول لك لأ. السنسور كمقاومة سليم. لكن اه استجابة لدرجة الحرارة ده اللي هنعرفه. نعرفه ازاي? اهو انا هحط الترموميتر بتاعي في كوباية المية الساعة. وكذلك السنسور اللي هو ده. طبعا احنا هنقيس السنسور واحد بقى خلاص. مش هنضطر ان احنا نقيس التاني. احنا فهمنا القصة. طيب. هنشوف درجة الحرارة بتاعت المية كام دلوقتي? اه بتنزل هات معي. تلاتة عشرين وتسعة. تمام? اه تلاتة عشرين وتنزل. طيب انا استغلي الوقت دوت. انا كده كده حاطت السنسور مع الترموميتر واقيس المقاومة. احنا كده اهو. المقاومة بقت كام? تسعة وتمانية. تسعة وتسعة عشرة. طيب عشرة وتلاتة عشرة. وتمانية. عن درجة حرارة تلاتة وعشرين. طب المقاومة هنا ايه? على الكلام بمتر بتقل ولا بتزيد? لا انا شايفها بتقل اهي. انا شايفها بتقل. بتقل اهي. بقت عشرة. نقيه لقوم. عن درجة حرارة مثلا ترموميتر تلاتة وعشرين. اسا السنسور بيحس. تمام? وهو مشكلة ان السنسور مش مش طال المية قوي. اه. اه. طيب. لحظة انا هحاول ان انا اجيب كوباية مية اسقع شوية. عشان نجرب بيها. رجعنا تاني يا جماعة. اه المسكينة طبعا ما فيش ماء ساعة لان الجو ساعة. لكن على قد ما اقدرت. طبعا انا حطيت السنسور وهو حطيت السنسور والترمومتر في اه كوباية المية والدرجة اتنين وعشرين واتنين من عشر. هنقس المقامة هي كانت عشرة كيلو اوم بقت حداشر كيلو اوم وبيتزيد. معنى كده ان الدرجة لما بتقل المقاومة بتزيد. الدرجة لما بتقل المقاومة بتزيد. طيب. اه. عندنا كوباية مية سخنة ايه? تمام? وهنطلع السنسور. هنطلع من الترمومتر. وكذلك هنشوف المقاومة تتغير ولا لا? الدرجة اهو اتنين وعشرين بقت اتنين وثلاثين. احاول بين لوقت ترمومتر هو. اهو الدرجة بقت اتنين وكام? اتنين وثلاثين. المقاومة كام? المقاومة بقت واحد واحد كيلو اوم. واحد الدرجة هنا ستة وستين. مقاوي. طبعا كنت تغالي المية. تمام? اهي. المقاومة ايه? اهي. واحد وتمانية واحد وتسعة. اهي. المقاومة بتتغير. بنرجع نحطها في مية عادية. اهي. طيب. احيانا احيانا لما بتجي تحط السنسور بتلاقي المقاومة بتتغير ببطء. اه المقاومة اهي بقت كام? اما رجعنا حطنا في المية عادية بقيت تسعة عشرة. في حدود العشرة. اه عند درجة حرارة كام? عند درجة حرارة لسه. اه السنسور بيقرأ. فا اه ده هنا اختلاف في المقاومة. طيب زي ما قلت لكم احيانا لما تيجي تحط السنسور وتجربه. تلاقي ان المقاومة بتاعته بتتغير بس بتتغير ببطء شديد جدا. معنى كده ان السنسور ده حساسيته قلت وده اللي يخلي لما تيجي تشغل جهاز تكيف تلاقي ان الجهاز اه بعد ما اشتغل. وده وحقق درجة الحرارة ما يشتغلش تاني. ما يشتغلش تاني ليه? لان السنسور حساسيته قلت. فبالتالي ما بيديش امر للكانتر. ما بيديش امر للكارت. ده كان شرح للسنسور. اسف على طالع. اسألكم اندعيات. حياتي لكم سامير صلاح. ومنتظر التعليقاتكم.